اهلا وسهلا بحضركم مرة اخرى والوضع الاقتصادي في حالة سياءة جدا والنهاردة البورصة المصرية خسرت 29 مليار جنيه وفي لحظة كانت انطفقت فيها انوار المؤسسة الاساسية او المقصورة الاساسية في البورصة بخسائر حمراء كبيرة خسائر حمراء كبيرة وخلال اليمين الجايين دول هتسمعوا عن عرضين راهبين من بنك مصر والبنك الاهل المصري فاكرين الوضع عام 25% ما بقيتش كفاية وغالبا البنكين تسجل يا اللي بتسجل اكتب يا اللي تكتب الهيئات الحكومية الاجهزة الرقبية الاجهزة الامنية اكتب ورايا ابو 25% اللي قفلته عليه هتضطروا تبيعوه تعملوا ودائع وشهادات جديدة ب28 و27 وممكن 30 وممكن جدا 30 جنيه يبقى نشوف البنكين الكبار المصريين البنك الاهلي وبنك مصر اعرضين شهادات خلال الايام القليلة القادمة المتبقية من هذا الاسبوع ويقول البعض والعهده مش عليا العهده على البعض انه هيحصل تعويم تاني للجنيه قبل رمضان او اول يوم رمضان علشان انت بقى انت بقى ايه مش حاسس بالموضوع خالص حقنا والمصريين كلهم هياخدوها لو انت بقى زي زمان صحابك بيقولك تعالى حط فلوسك في البورصة ما تصدقهمش لانه فلوسك نفسها الاستثمار فيها اصبح في مشكلة ليه؟ فلوسك بتخص يا معلم الالف جنيه تمانها بقى ينزل 20% و30% وممكن جدا ينزل لخمسين في المية لانه اجراءات البنك المركزي المصري حتى الان ما فيهاش اجراءات وحتى الان ما فيش خطط وحتى هذه اللحظة ما فيش افكار فيه حاجة واحدة بس ان يتحول البنك المركزي وحسن عبدالله رفيقا ومساعدا دائما لمحمد معيد يروحوا يستلفوا مع بعض علشان الحكومة تعيش حسن عبد هي حيبقى دايما سؤالي واستغرابي واندهاشي يا البورصة المصرية دي ملاش اهل نحن بأن عشر سنين يا مؤمن من 2013 لا نسمع سوى الخبر انهيار وتراجع في البورصة المصرية البورصة المصرية على عهدة الخبير الاقتصادي المعروف شقيق وزير قطاع الاعمال دكتور هاني توفيق الراجل طلع وقال لك واخدى عام 2021 اسوأ بورصة على مستوى العالم الغريب النهاردة حضراتكم كانوا في مصر بيحتفلوا بين البورصة المصرية حازت على الاكثر تداولا عام 2022 انما الحقيقة لم يتحدثوا من الخسائر البورصة عندنا تداولها خلال عام كامل 69 مليار دولار في حين طبعا قبلنا في مركزين السعودية والامارات السعودية 455 مليار دولار هو السؤال هو ساعدتك هو البورصة بحجم تداول ولا بقدر مكاسبها انت عندك البورصة المصرية خسرانة وده مؤشر واضح جدا على سوء الوضع الاقتصادي سوء الحال الاقتصادية مواظم المستثمرين الاجانب يبيعوا ومواظم الاسهم بتاعت الشركات بتنخفض الغريب انه حيات راح بعد شوية حضراتكم شركات اخرى في البورصة يعني هو ادمن زي الامار ادمن الخسار شوف ساعدتك الاخبار اللي دايما يعني خلال السنة اللي فاتت بولك دايما تراجع انها ترأه البورصة المصرية تكابت خسار اسبوعية 38 مليار جنيه الخبر دا ساعدتك تقريبا كنت بتقراه يوميا او اسبوعين السنة اللي فاتت خسائر تعود البورصة المصرية 8 و 12 مليار جنيه طبعا في اسبوع هذه الاخبار المتدولة دائما والمحللين شغالين على قدم مصاق في داخل مصر وخارجها اندمنت العربية الاخرى بتتكلم على الخسائر وكل هذه الخسائر وحيبقى السؤال هي دا مش مؤشر انا فاكر مرة ان البورصة كثبت مش عارف كم مليار خمسة مليار ولا ايه طلع كل التوكشوز عندهم احمد موسى على عمر اديب مش عارف على نشأة يكلموا عن القفز الاقتصادية والنهضة الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي وان ازاي الملهم والمنقذ والمخلص حتى زغر للدولار وتراجع الدولار وحمر عينه للدولار وتراجع الدولار والبورصة كثبت طب دلوقتي حضراتكم خلال عام كامل من الخسارة والنهار دا الخسارة بهذا الحج يعني مفيش عقول مفيش حد عنده قدر ولو ضئيل جدا من التفكير الاقتصادي يقول ستوب لا للأسف لان الكل بيقول عاش الملك مات الملك والكل بيقولك احنا نعيش ازهى عصور التنمية والاصلاح الاقتصادي